فليكن الإنسان سبباً في وحدة مجتمعه والتآخي والاجتماع وأن لا يكون سبباً للإفتراض ولتعلم أن هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وليعلم الإنسان أن كل أمر يدعو الإنسان إلى غير ذلك إلى الفرقة والنزاع بعد أن حقق الله عز وجل للناس اجتماعاً فإنه ذنب عظيم وأمر جسيم الله سبحانه وتعالى لا يرضاه لذلك عد من يفعل ذلك من قلة عقله ومن ضعف إيمانه ومن عدم زكاء نفسه ومن سوء خلقه فإن تلك الأمور هي التي تدفع هذا الإنسان إلى الإفتراض وتجعله والعياذ بالله ليس فقط بعيداً عن إخوانه بل ربما يكون سبباً في تفريق المجتمعين وهذا نجده عند من يبتلى بمرض الحسد أو الحقد والعياذ بالله أو الكبر فإنه يسعى إلى مثل هذه الأعمال وكذلك من يبتلي ببعض الأخلاق السيئة من الغيبة والنميمة فالحذر كل الحذر أن يكون الإنسان ممن هذا حاله وهذا شأنه فإن هؤلاء مبغوضين عند الله سبحانه وتعالى بل المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يؤلف هكذا قال عليه الصلاة والسلام فالمؤمن يألف إخوانه وإخوانه يألفوه وأما إن كان على غير ذلك فإنه أخرج نفسه من هذه الخيرية ترجمة نانسي قنقر